الحواجز الطبيعية أمام العناصر الغريبة حواجز طبيعية موجودة في الجسم أما العناصر الغريبة فتأتي من الوسط الخارجي يمثل الوسط الداخلي للعضوية بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الكثير من الأجسام الغريبة نأخذ أمثلة لبعض الأجسام الغريبة مثل الميكروبات أو الغبار التي تعيش في الوسط الخارجي لذا فهي معرضة للاختراق لكن الجسم يملك وسائل دفاعية والحمد لله وهي عديدة تمنع هذا الاختراق وتقضي على كل جسم غريب يخترق العضوية أي جسم الإنسان حاول أن يدخل إليها إذن فما هي الحواجز الدفاعية طبيعية التي تستاملها العضوية لمنع الدخول وغزول جراثيم الميكروبات لها فلنحصل الآن الموانع الطبيعية لدينا أولاً الجلد لدينا ثانياً دموع العين ورموشها وكذلك مخاط الأنف والشعيرات الموجودة بداخل الأنف وكذلك الأهداب الموجودة بداخل المجاري التنفسية بالإضافة إلى بعض الحواجز الموجودة على مستوى الجهاز التكاثري وكذلك الجهاز الإطراحي جهاز الإطراحي مثل البول والجهاز التنسلي مثل المني عند الضكر وإفرازات الأنثى وكذلك المعدة محاطة بطبقة مخاطية هذه المخاطية تتجدد خليها باستمرار وتفرز مخاطية من أجل حمايتها من الميكروبات ترجمة نانسي قنقر